بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الدعوات والحياة وقيادة الناس ليست أمراً يسيراً وإذا وجدت مواهب متعددة في مجتمع ما فالمواهب عادة فردية التنسيق بين المواهب ليس أمراً يسيراً حتى يستفيد الإنسان من كل المواهب يحتاج أن يتدبر صراعات النخبة المبدعة فعندما لا يطيق سيدنا خالد بن الوليد سيدنا عمر بن الخطاب وهذا أمر معروف ومشهور في النزاع الذي كان يدور بينهما في حياتهما هذه كانت قضية متعلقة بالمواهب الموجودة حول الرسول صلى الله عليه وسلم فخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب شخصيتان كبيرتان لكل منهما دوره لكنهما شخصيتان متنافرتان على مستوى العلاقة الفردية بينهما رغم عظم كل شخصية على حدتها وحتى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في قضايا كثيرة جداً حول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلث بينهما النزاع وترتفع أصواتهما في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول أحدهم للآخر أنت ما أردت إلا خلافي إذن النخب والناس المبدعين ليست إدارتهم أمراً يسيراً وسنجد حول الرسول صلى الله عليه وسلم مواهب متعددة فأبو ذر الغفاري شخصية وعمر شخصية وبلال شخصية وكل هذه الشخصيات شخصيات قوية جداً يعني تعبر عن رأيها بصراحة وتتخذ مواقف وترضى وتزعل فكيف يمكن لقائد أن يشد هذه الخيوط إلى بعضها البعض ويكوم منها قوة مشتركة للفعل الجمعي في هذا المجتمع الذي تكثر فيه القيادات وتكثر فيه المواهب إذا بحثنا عن إدارة المواهب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سنجد هذه العظمة في إدارة هذه المواهب المختلفة والنزاعات التي كانت تدور بينهم قد يتصور البعض أنهم لأنهم كانوا صحابة سيكونون على قلب رجل واحد ويتكلمون بلسانهم واحد ويخفضون أصواتهم لبعضهم لكن عندما نقرأ السيرة على حقيقتها نجد مجتمع حي المواهب فيه تتصارع والآراء فيه تختلف والأصوات فيه تعلو ولكن يوجد القائد الذي يدير هذه النزاعات حتى يخرج من بين هؤلاء الناس أفضل ما عندهم ويقلل من أثر السلبيات التي تدور بينهم والحساسيات الموجودة بينهم إذن الإدارة والقيادة سنجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بحثنا عن سر وفن إدارة المواهب سنجد في الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوى الحسنة وسنتعلم منه الكثير عليه الصلاة والسلام لأن إدارة المواهب اليوم أصبحت مجالا رحبا ومجالا تخصصيا كبيرا جدا وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لمن أراد أن ينظر لإدارة المواهب وفن إدارة المواهب وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته